مجموعة من طلاب كلية اقتصاد وعلوم سياسية وكلية هندسة وكليات اخرى كتير جدا قاموا بتقديم مقترح لعمل دستور جديد الدستور الجديد ده جات لهم الفكرة دي بعد صورة 25 يناير وتم العمل بالتعريف بهذا النموذج برعاية دكتورة هاني الجبالي من خلال النزول للجماعات والمنتديات الثقافية اللي بيجتمع فيها الشباب وذلك للعمل بخلق الروح جديدة وتكوين كوادر شبابية يعني دا عامة لنهضة مصر الشباب اتغير كتير بعد صورة 25 يناير بقى عنده فكر مختلف لتطوير البلد والعمل دستور مختلف غير اللي احنا كنا بنشوفه قبل كده هيكون معنا النهاردة مصطفى محمود رئيس نموذج الدستور المصري صباح الخير وهيكون معنا عبد الحميد محمد نائب رئيس نموذج الدستور المصري صباح الخير صباح الخير في البداية عايزين نعرف الناس بيكو اكتر من خلال كلامنا عن مشروعكو اللي هو التقديم مقترح لنموذج دستور جديد كلمونا الفكرة دي جيت لكو امتى وازاي وايه الافكار والمراحل اللي مرتوا بيها لحد ما وصلته للنموذج اللي انتوا بدأتوا تعملوه تماما وفي البداية احب اقول ايه هو الدستور هو الدستور اساسا هو القانون الاعلى في الدولة اللي بيرسم شكل الدولة اذا كانت ببسيطة او مركبة وبييرسم نظام الحكم فيها ايه شكل نظام الحكم هل هيبقى النظام رئاسي ام هيبقى نظام برلماني وبييرسم العلاقة بين الحاكم والمحكوم ايه هي العلاقة بينهم على اساس مايقدرش ان هو يستبد الحاكم ومايقدرش يعمل اللي هو عايزه المحكوم فهي دي معنى كلمة دستور ان هو بيرسم الخطوط وبيحدد العلاقة بين كل فرض في المجتمع بالنسبة بقى للفكرة بتاعتنا نموذج الدستور المصري هو النماذج في الاساس معناها ان احنا بنشوف حاجة في الواقع ومنحاول اللي احنا نحكيها يعني مثلا حاجة في الواقع زي الامم المتحدة او مجلس الشعب او الدستور بنحاول اللي احنا نعمل نموذج زيه وده حاجة اشتهرب بها كلية الاقتصاد والعلوم السياسية من اكتر من 18 سنة ابتدى موضوع النماذج ده بالنسبة للنموذج بتاعنا هو بيتناول فكرة ان احنا بنعمل نموذج للدستور يعني بنحاول ان احنا نعمل دستور فعلي للبلاد بس بفكر الشباب يعني هو ده بيوضح رؤية الشباب بالنسبة للفكرة جت لنا بعد صورة 25 يناير بدأنا لقينا ان من اهم مطالب الصورة كان وضع دستور جديد للبلاد فبدأنا ان احنا نجتمع ونفكر ان احنا لازم نعمل حاجة زي كده على اساس برضو ان منسيبش موضوع الدستور ده مطلوق لللجنة التأسية بس لازم برضو يبقى فيه مشاركة من الشباب زي ما شباب شارك وعمل صورة 25 يناير يعني عايز برضو يشارك في عمل الدستور وبناء الدولة زي يعني كما ينبغي لرؤية الشباب تمام الشباب يعني احنا بنحاول من خلال النموذج بتاعنا مش بس ان احنا برضو بنعمل دستور لا احنا كمان بنحاول ان احنا بنخلق طبقة من الشباب تقدر ان هي تصقف الشعب وتقدر ان هي تنشر الثقافة بتاعت الدستور والاهم بنود الدستور واهمية الدستور بتنشر في وسط الاول وسط العائلة وسط الاصدقاء ومع الوقت بتبتدي الموضوع ينتشر ويبتدي ان هو يكبر فده الاساس بتاعنا اللي احنا بنحاول اللي احنا نعمله ونبتدي ان احنا نخلق طبقة من الشباب تقدر ان هي تبقى فاعل سياسي في المستقبل وتبدأ ان هي تبقى الكوادة وقيادات سياسية في المستقبل. عبد الحميد. الدستور خد وقت منكم قد إيه لسياغته. وتقريبا أنتوا كم واحد بيشارك في سياغة الدستور؟ تمام. وإحنا في البداية بتبقى فيه تأسيس للجنة التنظيمية. اللي هي المؤسسة اللي بيتبني عليها الدستور. ودي اللجنة دي هي اللي بتقوم بتنظيم الأحداث وتنظيم الفعاليات بتاعت النموذج وبتاعت المناقشات. ودي بتتكون من 200 طالب ل 250 طالب. ودول بيبقى برئاسة عبد الرحمن اليمني. هو دورة رئيس اللجنة المنظمة. ويبتدوا أنه هم ينظموا الفعاليات. بعد ما بننتهي من الفترة دي وهي بتاخد حوالي شهر ونصر. ودول كانوا في الترمي الأولاني. بنبتدي بعد كده نعد لللجنة الأكاديمية. اللي هي تحت إشارة في أستاذ دكتور محمد شوقي رئيس منتدر قانون الدولي. وبنبتدي أنه ننصق معاه إزاي الدستور عايزينه يتعامل طريق المناقشات يبقى ماشي الفكرة العلمية اللي احنا بنبني عليها الدستور. ويدوت برضو دستور حوالي شهر في بناء بناء الكوادر من الطلاب اللي هم يقدروا يناقشوا الطلبة بقى العاديين في الدستور. وبعد كده عدنا حوالي شهر في الجامعة بنبتدي أنه نعمل دعاية للفكرة بتاعتنا ونبتدي أنه نجذر الطلبة أنه هم يشتركوا معنا في النموذج. بحيث أنه هم دول الأدال فاعلة في مناقشات الدستور لأنه هم اللي هيبتدوا يقترحوا الأفكار بتاعتهم يقترحوا رؤية الشباب من كل الاتجاهات من سلافيين لإخوان لحزب المصريين أحرار الكلام ده كله. بيبتدي أنه هم يتكلموا يقولوا عايزين نعمل كذا عايزين نعمل كذا. بتنتهي المناقشات بعد شهرين. تمام؟ بيبتدي أن يتعامل العقد مؤتمر المؤتمر ده بيستمر لمدة ثلاثة أيام بيبتدي أنه هم يناقشوا المواد بند بند. لغاية تمام نطلع في الآخر. المؤتمر ده بيعمل زي استفتاء بس استفتاء بشكل مختلف شوية بحيث نحن نطلع في الآخر بكتاب الكتاب ده في الدستور الكامل من رؤية الشباب. الدستور الكامل عن مصر. زي اللي اللجنة التأسيسية هتعملوا بعد كده بنتدي أنه نحن نوزع النسخ من الكتاب دوت للجنة التأسيسية لمجلس الدولة للمحكمة الدستورية العليا والمحكمة الدستورية العليا يعني هم هيشوفوا النموذج اللي انتم عاملينه وممكن ياخدوا حاجات منه ساعة؟ بالزبط لأن كده كده بيتطلب من كولية اقصاد وعلوم سياسية تصور للدستور من وجهة نظر الشباب أو الطلاب المشاركة فيها هي وجامعة القاهرة. فاحنا اللي بيمثل الشكل ده. انه بيبقى في إطار نشاط بس داعم لي كولية اقصاد وعلوم سياسية بقيادة طبعا عميدة كولية اقصاد وبنبتدي ان احنا ننصق معاهم وبنعرض عليهم برضو الدستور وفي الاخر بيبتدوا ان هما يدوا الرؤية بتاعتهم طيب مصطفى عايزة اعرف الفرق بين الدستور بتاعكم والدستير التاني. هو في البداية يعني الدستير كان فيه طبعا خلفية دستورية مصر شهيرة طبعا ومن اول الدول في العرب وافريقيا وبل في العالم كله بحتة الدستير احنا سبقنا دول كتيرة. كان اهم دستور يعني بدأ مصر تعمله كان في سنة 1923 كان ابن صور 19 بعدها بدأ بقى يظهر دستير 1930 رجع بعد كده 1933 بعد كده بدأت بقى العملية تطور مرورا بدستور اللي كان بعد صورت 52 كان فيه دستور 54 وده الناس اسادزة قانون دستور كتير بتشيب هذا الدستور وكان بنص على نظام برلماني تمشي عليه مصر بعد كده بقى بدأت العملية تطور وبدأ دستور 1971 اللي هو كان وضع رؤيس السادات وقام بتشكيل لجنة اللي وضعته اعتقد ان اهم حاجة احنا هتفرقنا عن دستير اللي حصلت قبل كده هو ان احنا عندنا حتة ان الشعب عايزيه مش مجرد ان الرئيس بيشك اللجنة وبيقولها تعملي كذا او حتى لو اللجنة استقلت في عملها بيرجع تاني للرئيس او بيرجع للي كلف اللجنة الدستور اللي تحط وهم بيعديله اللي هم عايزينه ده الحمد لله مش يحصل ان شاء الله عندنا عندنا حتة اللجنة اللي بتكون الدستور او الشباب اللي بتكون الدستور ما لهم مش حد بيقول لهم انتو هتحطوا كذا ومش هتحطوا كذا لا ده اللي هم هيخطوه فعلا هو ضل هيتحط وهو ضل هيحصل ده اهم فرق اعتقده هيبقى بيننا وبين اللي حصل في الدستور اللي ابلي كده ايه الجديد يعني اللي انتو ما شفتهوش في الدستور التانية وهيتم اضافته يعني اقولهم مثلا ايه المواد اللي كانت مش عجباكو وبدأتو تحاولوا تغيروا فيها فيه زي مثلا ان احنا دلوقتي بيبقى فيه المناقشات بتاعت الميزانية يعني احنا ابتدينا ان احنا نتكلم في الميزانية بتاعت العسكر الجيش الكلام ده ده هنبتدي ان احنا برضو نتناقش فيه بحيث ان احنا هنخلي الجزء فيه اجزاء احنا متفقين ان دي ما ينفعش ناتة علين بيبقى من حق نواب الشعب ان هم يطلعوا عليها لكن الشعب عموما ما ينفعش لانه يتبقى اصرار عسكرية فدي بتبتدي تتناقش في اللجان اللي هي المختلفة الفرعية لكن بالنسبة ان فيه حاجات معينة اللي هي المستشفيات الحاجات دي كلها من حق الشعب ان هو يطلع عليها فدي من ضمن البنود اللي ممكن احنا نضيفها في الدستور اللي احنا هنعمله فيه افكار جديدة فيه الحرية حرية العقيدة حرية الممارسة الشعر الدينية الكلام ده كله بناء الكنائس مش هيبقى فيه ضغوط زي قبل كده لا هيبقى الشعب عايز ايه زي ما مصطفى قال الشعب عايز ايه واحنا هنعمله اللي هو فكرة الشارع هل احنا لازم نتجاوب مع الشارع لان في الاخر السيادة للشعب ليس للحاكم مصطفى رأيي الناس والشباب اللي بتلتقي بيهم وبتتكلم معهم عن الدستور الجديد رأيهم ايه فيه وايه الادفات اللي هما يعني قالوا لك احنا بنتمنى ان هي تبقى موجودة في الدستور وانت اضفتها بالفعل للدستور بتاعك هو قبل الصورة كان حتة الدستور كان الفكر كان غايب شوية يعني كان بعض الحركات الشبابية كانت بتبتدي ان هي تعمل جهود في حتة المادة 77 والمادة 78 كان اغلب جهود متوجهة للمادتين دول لكن حتة ان احنا نعمل دستور بشكل كامل الفكرة دي بدأت مع الصورة فده الشباب بدأ ان هما يفكروا احنا ممكن نعمل ايه جديد حتة مثلا الانظمة السياسية هل هيبقى النظام البلد هل هو هيبقى رئاسي ام هيبقى نظام برلماني رغم ان انا من وجهة نظري ايه الفرق من النظام الرئاسي والنظام البرلماني هو النظام الرئاسي بيبقى فيه احنا عندنا اصلا عموما في السلطات بيبقى فيه تلت سلطات في البلد سلطة تنفيذية وسلطة تشريعية وسلطة قضائية السلطة التشريعية بيبقى مهمتها وضع القوانين اللي بتمشي عليها البلد واللي بتنفذها السلطة التنفيذية فبيبقى البرلمان هو المسؤول عن الجزء ده السلطة التنفيذية بيبقى مسؤول عنها الحكومة وهي مهمتها التنفيذ بالنسبة للسلطة القضائية لازم تبقى مستقلة عن السلطاتين دولة حتة ببقى تقسيم السلطات دي بقى اللي بيحددها النظام الرئاسي ولا النظام البرلماني في النظام الرئاسي بيبقى فيه فصل واضح بين السلطات يعني بيبقى الرئيس متولي السلطة التنفيذية بشكل كامل وبيبقى هو رئيس الوزارة بالنسبة للنظام البرلماني البرلمان بالاضافة لحتة انه هو بيحط التشريعات هو اللي بيشكل الحزب اللي حاصل على الاغلبية هو اللي بيشكل الوزارة وهو اللي بيتولى في الحتة دي السلطة التنفيذية وبيبقى فيه اختلاط شوية بين السلطة التنفيذية والسلطة التشرعية فيه بقى حاجة اسمها السلطة التنفيذية النظام المختلط أو النظام الرئاسي البرلماني أو البرلماني الرئاسي حسب الكفة بتميل لأنه أكتر بيبقى فيه اختلاط شوية بين السلطة التنفيذية وبين السلطة التشرعية بمعنى أنه ممكن يبقى الرئيس لرئيس وزراء وبيبقى الرئيس الوزراء هو اللي بيسأل قدام البرلمان لكن الرئيس ما يسألش يبقى فيه توزيع اختصاصات بين رئيس الدولة وبين رئيس الوزارة يعني مثلا رئيس الدولة بيتولى حتة الامن القومي والدفاع والسياسة الخارجية رئيس الوزارة يتولى الاقتصاد والشؤون الداخلية للبلد بيبقى فيه حتة تقسيم السلطة لكن في النهاية اهم حاجة بتربط السلطات لازم تبقى السلطة القضائية منفصلة تماما بمعنى ان اللي كان حاصل قبل كده في دستور 1971 رئيس الدولة يبقى هو رئيس المجلس العلى للقضاء ده كلام حاجة مش ممكن لا يعني المفروض يبقى السلطة القضائية مستقلة تماما بموازنة مستقلة لان موازنة مستقلة بتعني استقلال كامل فعلا للقضاء فهو ده اللي احنا بنحاول اللي احنا نعمله وده اهم الفروق بين السلطة بين النظام البرلماني وبين النظام الراسي عبد الحميد كتير من الناس ممكن تتهمكوا ان انتوا شباب لسه ما فيش خبرة كبيرة عندكوا ازاي بتعملوا نموذج للدستور يعني بتردوا عليهم تقولوا ايه بصدر اهو انا في البداية وانا كتباش راح قلت ان احنا المشرف الاكاديمي علينا استاذ دكتور محمد شاوي ده رئيس منتدى القانون الدولي ووكيل قلية اقتصاد وعلوم سياسية فهو راجل خبرة في القانون وكده بيبتدي ان هو يرسم لنا الملامح اللي احنا نقدر نمشي عليها بالاضافة ان احنا في المناقشات بنيبتدي ان احنا نستضيف شخصيات بتبتدي ان هي تشرح يعني ايه دستور لان احنا مش كل الطلبة اللي مشاركة معنا هم عندهم وعي كامل بالدستور لان فيه ناس كتير جدا كانت نازلة بتنادي الدستور مختلف بس هم في نفس الوقت ما يعرفوش ايه بنود الدستور كامل لكن احنا بنحاول بقدر الامكان يبقى فيه ثقافة دستورية عند الطلبة زائد ان احنا بالاضافة دكتور تهاني الجبالي برضو بترعانا وفي نفس الوقت بتبتدي ان هي ترسم لنا بالتعاون مع دكتور محمد شوقي ببتدي ان احنا ننصق معها موضوع الفجأ الافكار الدستورية تبقى ماشية ازاي الصياغة الحاجات دي كلها هي بتقدر انها توفرها لنا فاحنا مش نابع من الطلبة زائد اللجنة الاكاديمية ببتدي فيه ناس منها من حقوق وفيه ناس منها من سياسة فالناس دول هما بيدرسوا الدستور بيبتدوا ان هما ينقشوا وبيبتدوا ان هما يتجاوبوا معاه فهما بيقدروا ان هما يحطوا في الاخر اللمسة بتاعتهم فهي الفكرة من كده ان احنا بيضاف لنا الدكتور اللي معانا موقف الدستور الجديد اللي بيتامل من المسيرات المستمرة للمطالبة بالحقوق هو الدستور اساسا يجب ان ينص على حرية المظاهرات وحرية تكوين الاحزاب وحرية ده اي دستور هيتعمل واي حد هيقول غير كده صعب يعني استحال حد هيقول غير كده خاصة بعد الصور فالدستور هينص بالطبيعي على هذا الكلام طب موقفوا من اعتصام بكرة من العسيان المدني هو بالنسبة لحتة العسيان المدني 11 فبراير انا مع اي وسيلة سلمية تؤدي للبلاد الى الخير يعني ما فيهاش اي مشكلة طالما وسيلة سلمية فما فيهاش اي مشكلة هو العسيان المدني برغم بان هو لحد ما بيشل الاقتصاد بشكل كامل لكن طالما وسيلة سلمية فما فيهوش مشكلة يعني طالما الشعب توافق ان هو ده الوسيلة السلمية اللي هتؤدي الانتقال السلطة انتقال سلمي فعادي وبالذات ان هو بدأ اصلا كان اول ما بدأ او كان غندي كان في الهند هو أول من ابتكر هذه الفكرة وكان بدأها ضد الاحتلال البريطاني لا يعني يكون ضد احتلال مفيش مشكلة بس هو مش معنى ان هو تطبقه ضد احتلال ان هو يفضل ضد احتلال لا ممكن ممكن يبقى ضد نظام احنا ضد اصلحنا القصة يعني اه مفيش مشكلة اصلحنا بنتكلم في تسليم سلطة للمدنيين فدي مفيش مشكلة يعني طالما الوسيلة سلمية مش معنى العسيان المدني ان هيحصل تخريب او هيحصل ان احنا لمؤسسات الدولة لا مفيش الكلام ده طالما العملية مخواجتش عن نطاق السلمية فما فيش اي مشكلة في اي وسيلة مصطفى محمود رئيس نموذج الدستور المصري وعبد الحميد محمد نائب رئيس نموذج الدستور المصري انوارتونا النهار ده في نهارك سعيد شكرا ليكم مشاهدين دلوقتي هيكون معانا تقرير عن كواليس مصرحية زمن الالف ليلة تابعونا بعد الفاصل